البيئة سيدة عاطف مرحبا بك شكرا جزيلا على تلبيت الدعوة وكل عام وانت حايب خير برك الله فيك يعطيك صحة شكرا على الاستضافة كذلك ومن هوني معنا نحب نسلم على كل مستمعي إذاع الوطنية وكل عام وانتم حايين بخير يعطيك صحة برك الله فيك شكرا جزيلا نمشي ولي شارت تركنا الملف ثم ننطلق في الحوار المشهد الآن الملف احنا اساسا بش نحكيه في البلاستيك في غول البلاستيك انا ما بينظفرين نسميه صديقنا سامي العرفاوي اعد ورقة بخصوص مخاطر البلاستيك على العالم وعلى تونس نستمع ثم نعلق الملف يشهد العالم ادمانا متزايدا على استعمال المواد البلاستيكية بسائر انواعها وما يشكله من مخاطر بيئية وصحية دفعت عديد الخبراء والمنظمات إلى دق نقوس الخطر واطلاق صيحة فزعب في ظل زحف هذه المادة الخطرة على نمط حياة الإنسان على كوكب الأرض فقد أكدت عديد الإحصائيات شراء مليون زجاجة بلاستيكية كل دقيقة في كامل أنحاء العالم كما يتم استخدام ما يصل إلى خمسة تريليون كيس بلاستيكي في العالم كل سنة وقد تضعف إنتاج النفايات البلاستيكية أكثر من ثلاثة أضعاف بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي أما في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ارتفعت كمية النفايات البلاستيكية التي ينتجها العالم في عقد واحد أكثر مما كانت عليه في الأربعين عاما الماضية واليوم يتم إنتاج أكثر من أربعة مليون طن من النفايات البلاستيكية وهو معدل إنتاج في تسارع مستمر يصعب التحكم في نسقه لدرجة أن عديد الدراسات الاستشرافية رجحت أن يصل إنتاج العالم من النفايات البلاستيكية إلى حدود ألف ومائة مليون طن بحلول سنة خمسين وألفين ولم تكن تونس بمنأة عن هذا الخطر الزاحف حيث تنتج قرابة 2.5 مليون طن من النفايات عشر بالمئة منها بلاستيكية ويقع إلقاء خمسمائة ألف طن سنويا في البحر وفي هذا أشار تقرير صدر سنة 21 وعالفين إلى تدفق 9.5 كيلوغرام يوميا من البلاستيك في كل كيلو متر مربع من السواحل التونسية وبهذه الأرقام اعتبر صندوق العالمي للطبيعة تونس من بين أهم البلدان المنتجة للبلاستيك في منطقة البحر العبيض المتوسط باستهلاك مليار كيس من البلاستيك 80% منها لا يتم تجميعها وهي غير قابلة لإعادة الرسكلة وقدر الصندوق العالمي للطبيعة خسائر تونس الناتجة عن التلوث بالمواد البلاستيكية ب60 مليون دينار سنويا موزعة بين خسائر بيئية وصحية واقتصادية أرقام وطنية وأخرى عالمية مخيفة من فكت تمثل يوما بعد يوم هاجسا لخطورتها على الإنسان والطبيعة على حد السوا كلها نتائج لظاهرة زاحفة في صمت أصبحت أكثر من أي وقت المضى تستدعي حلولا عاجلة وأخرى استشرافية والاهتمام بها لا يقل أهمية عن التغيرات المناخية والجوائح والحروب المهددة للإنسان في كوكب الأرض عموما الملف يعني اليوم تونس تعتبر من بين البلدان الأول في حوض البحر الأبيض المتوسط المنتجة للبلاستيك لما نحكي على مليار كيس بلاستيكي في العام 80% منهم لا يقع تجميعها هناك خطر كبير يعني مما يستدعي كما قال صديقنا سامي في الورقة حلول عاجلة ورؤية استشرافية دقيقة عشنا عملنا أمام الكارثة هذه صيدة عواطي نعم شكرا على تقرير هذية مع أنت فما بتدخنا نزيد مش نخوفكم ما نعطيكم صحيحة فزاعة خطر هالبلاستيك هذية صارت دراسات 2022 على مستوى العالم توري اللي البلاستيك موجود في دمنا في الدم الإنسان موجود حتى في البلاسنتا متاع الصغير اللي يتكون يترعرع فيها معناها الصغير في كرشمو وموجودة معناها ويأثر مام على الخصوبة متاع أولادنا الموازنة الإيكولوجية والتأثيرات متاع البلاستيك هذية كبيرة واحنا نعرف اللي هو البلاستيك هذية بشي يتفتت يلزمو 400 سنة مينيمون أقل حاجة بتاتح نحب نزيد نعطيك حاجات أخرى في هذا المجال البلاستيك هذية حتى كيمشي في البحر يتفتت جزيئات ومن بعد يأخذوه الحيوانات البحرية ويأكلوه ويرجعنا في الطبق متاعنا في الحوتة اللي نأكلوها في السمكة البحر الأبيض المتوسط الموجود عليه تونس يعتبر من أكثر البحار تلوثا في العالم 75% من التلوث ناتج عن البلاستيك معناها إناق صحيح نعم سلحفات البحرية تأخذ الساشيات البلاستيك سلحفات البحرية تخسيبهم حريقة لذلك تصوروا أنت نهار أخر نحن يقول لك أنتم معناها هدفوا على الطبيعة الطبيعة بس كلي تعطيه لها ترجحه لك اليوم إذا سلحفات البحرية اندثرت راهوا البحر معاشناج منعوموا فيه خاطر من الحريقة والله شفنا فيديوهات متداولة سيدة عواطف سمحني على المقاطعة أنا شفت منذ يومين فيديو متداولة على 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 الفيسبوك في سلحفات البحرية في حمام لنف لفظها البحر ثم هما ميتة والبحر أخضر تماماً أخضر مش أزرع أخضر تماماً من فعل التلاوث تصديق الإكلامك نعم في العالم فما سيناريوات يقول لك 2019 النفاية هدية تتعدى من 353 مليون طن معانتها سنة سنوياً الثلاثة أضعاف معانتها 2060 بشوالي 2014 فما الميكرو بلاستيك يتسمى الميكرو بلاستيك هو موجود في كل شهيرة وموجود حتى في الكريم اللي نستعملون في وجوهنا في البقايا العجلات في البنتوغ في الدهن في الدير بينا فهمت البلاستيك هذية بشي تعدى من 2.7 مليون طن إلى 5.4 2060 معاناها بشي الضعف إذا نقول لك إنا إذا نربط البلاستيك بالمكملات الكيميائية على عشر ألاف معاناها مادة بلاستيكية نقاو ربع متاحهم فيهم مواد سامة مصرطنة معانا تأثر على صحة المواطن صحة البشر به إحنا إذا ما نعملوا حد شيء نفايات البحرية تفوت عدد الأسماك الحية في المحيطات تخيلوا تخيلوا كل إنسان عندوا معاناها واحد طن من نفايات البلاستيكية لكل سيكن على وجه الظاهرة في الأرض وإحنا عنا أرض واحدة معاناش أرض أخرى مش نعيشوا فيها في تونس حتى في التقرير تقلد على 2.6 مليون متر مكعب من نفايات اللي أكثرها ونحب بزيدها نشير لها اللي هي كومبوستابل 63% هي نفايات عضوية واحنا بيه هي نفايات العضوية نجموا نخرجوا منها مستثمت للأرض للفلاحة و10% هذه معانتها هو نفايات بلاستيكية بيه في النفايات البلاستيكية هذه دراسات بيهنت اللي هي موجودة كما تقال زيدا على السواحل متاعنا في بالنسبة تدفق 9.5 كيلوغرام البلاستيك في كل كيلومتر من سواحلنا فما تأثيرات على العديد من القطاعات احنا مع البنك الدولي كنا قمنا بدراسة سنة زمن الكورونا في 2021 زيدا كملت وبينت كونوا فما بلايس في تونس دي اوت سباتي تسميوا فيهم أكثر بلاستيك وعملنا معاناها تحاليل كبيرة بش نوريوش كونهم البلايس هذو ما وخرجناهم النجمو نعرفونه مثلا؟ اي مثلا هي معانت المناطق الأكثر تلوثا هي نيبل مستير مهدية سفيقس وقابس ومدنين فما احنا قمنا بالعديد من البرامز والاستراتيجيات على مستوى وزارة البيئة ما قعدناش مكتوفي الأيدي احنا قمنا بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد ولا الشغل الأخضر اللي باينت كونه نجم ونخدمه على الغسيكلابيلتي هذية والرسكلة الاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج والمستدام للنفايات اللي قمنا بها سنة 2020 وقت كنا مع وزارة شو المحلية الأفق 2035 وباينت كونه فما برنامج لها النفايات هذو ما فما توا شغل قادي تعمل على مستوى مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة اللي هو تابع الوزارة البيئة وباكتاك اللي هو مركز التغليف والتعبئة اللي تابع الوزارة الصناعة نخدمه على خطر احنا في تونسة عنا وفي العالم عنا اوفر باكتجين كما نقولوا احنا منعرشنا دابوزة تحطها في حاجة وفي حاجة معناها بتدخ نخدمه زي دا على هذو ما على الايكو ديزاين معناها من الأول كيفاش نجمو نستعملو هالتصميمات الصديقة للبيئة اللي تكون مصغرة وتكون فيها معندها احسن صديقة للبيئة كما كنت تحكي الاستراتيجية الوطنية للانتقال ايكولوجي واللي هي هذية الاخيرة اللي قمنا بيها على مستوى وزارة البيئة واللي تتضمن خمس محاور المحور الرابع هو خصيصة للاستعمال الانتاج والاستهلاك المستدامين ومكافحة التلوث بما فيه البلاستيكي المائي والبلاستيكي معا وهذه معندها تمت المصادقة عليها في اطار مجلس وزاري في فيفري 2023 وتوى مع البنك الدولي كنا قاعدين استراتيجية وطنية لساحل دون بلاستيك يعني هذه معندها احنا نرميه معندها ونحلمه بساحل ما فيش بلاستيك خاطر فما دي غي بركوسيون كبار على الاقتصاد وعلى السياحة هذية معند استراتيجية افضت 43 مشروع مشروع منها 17 مشروع ذو اولوية معناها كيفاش نجمو مثلا نعطيكم مثلا هنا بش تحكيو على الاليات الاليات التنفيذ نعم نعم الاليات التنفيذ الاستراتيجية لانشكون تخدموا بضبط يعني المهم جدا نعم 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 في الاستراتيجية نعم في الاستراتيجية هذية كنا قاعدين اه معنا العديد من الانشطة واحنا حبينا نخدمه مثلا مشينا الجزيرة جربة مثلا قمنا اه قمنا اه بالعمل مع الويتل جي مع الازوتيل اصحاب الفنادق اصحاب النوزل وشوفنا قلنا احنا اذا نحبوا ساحل بدون بلاستيك والويتل اه اكثرهم على السواحل دوك ماذا بينا نخدمه مع الاصحاب النوزل نقص الاستهلاك استهلاك البلاستيك ذو الاستعمال الوحيد وكنا اعطينا برنامج عمل اخدمنا مع اربع اه وحدات سياحية تجربة نموذجية كوسوسواء مثلا اوتيل كبير اوتيل متوسط اوتيل صغير باش نكونوا معناها باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا وورات التجربة كونوا معنا تجيز نجموا نجيو احنا اليوم باش نستعملوا كل البلاستيك اذيك اللي تشوفوا ساعات على مستوى شاسمهم المسابح نواليو ناخدوا البوليكاربونات هيدو كما كل الكيسين اللي فيهم اعادة استعمال خاطر بو على البسين متاجمش استعمل بلار اي توسا دونك في على مستوى الغرف زيدا نجموا نستعملوا كما عادش كالمونو دوز اذيك كالدبيب زي صغيرات نقاوهم نجموا نستعملوا معناها حاجات موتي دوز يتحط فيهم البرودوي وتستعمل كسواج الدوش ولا ولا شامبوان ولا الكريم متاعك مع انت حسب نوزلوا كل وزيدا تجم تاخو من التراث متاع المنطقة هذيك فما حاجات مثلا نعشنا من من الطين ولا من بالمية ذيك الاسعف اللي عملوا بيه القفيف وإلا حاجات مخيطة معانتها للانج وحاجات كيف مالك فما البدائل موجودة البدائل ولكن ثم بقبق يقول لك اللي يسمع فينا توها لانو ماكتعرف يعني حتى الحالة الاقتصادية للناس كل مش كيف كيف يعني علش يمشي المواطن البسيط للبلاستيك لأنه ارخص نعم نعم الاقبال المواطنين التواسع على خاطر ارخيص فيقولك اذا كان البدائل في مستوى المقدرة الشرائية للمواطن والله ما فيها بس اذا كان تولي مكلفة راي مش متاحة للناس الكل وبالتالي يصبح كلامنا ضرب من التنظير بيه نمشي معك نحط سقينة على الارض ونشوفه وندرسوه من جميع الجوانب البدائل بيه انا معك وتوى العالم اجمع انا جايتك مازلت مكملتش خاطر العالم اجمع قاعد يختم على هذيع اللي انهاء فما في اثنين مارس نارض 9 وستمع القانون دونك هوني إفكتيفما والبداء القاعدين نخدموا عليهم البداء الخطر أهم حاجة أنت قبل ما تنحي يلزم البديل أحنا زيدة فمنذ 2020 خدمنا عنا الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 اللي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنعوا إنتاجها وتوزيعها ومسكوها بالسوق الداخلية بيه أحنا جينا عملنا قبل ما يخرج الأمر الحكومي هذه مع تجربة نموذجية مع أصحاب المساحة التجارية الكبرى والتي هي تونسي تقبلها نتصور على مستوى المساحة التجارية الكبرى فما اتفاقيات صاروا 2016 مع المساحة الكبرى مع صيادلة زيدة صيادلة كان شفتوا معتها ورقية أكثر معتش يقول لك أنا زيدة نجمش نعطي دوية زيدة في البلاستيك اللي هو مضر بالنسبة للتونسي احنا شا عملنا احنا تعدينا وخاطر بيش تقول لي هانا مزيل البلاستيك يجان فاسالك هو راه وفما نتيج قريت أفكارك لحظة لحظة بني لحظة نحب نتفاعل معك لأنه التفاعل يوصل للصورة أوضح للناس راه والمواطن التوسي ما عندهوش ثيقة لحقيقة مية بالمية فيها البدائل لأنه صارت تجربة تو مع الكوش المخابز يبيع لك الخبز فالبلاستيك يمنع استعمال البلاستيك ويبيع لك الخبز فالبلاستيك وبش نسلك على البلاستيك المخابز هل ترى هو ضار ولا مش ضار هني جيتك ويجيني فيسا على خطر بشي يفهمون الناس البلاستيك المستعمل في المساحات الكبرى اللي يتبيعوا المساحات الكبرى ضار ولا مش ضار ها هو هما يعتمدوه كبدائل وانت في سياق لحديث عن البدائل نعم هل ترى البدائل اللي تعملت كانت في صالح المواطن وقال شداني دينو بره نعم والا اتفاد منها مساحات تجارية الكبرى زاد وفي ربحه هجم فسلك به انا نحب هذية ديما من كل منبر نحضر فيه مش اول مرة نحكي عليها نفسرها مليح احنا كسارة الاتفاقية اصحاب المساحات تجارية جايونا واحنا قبل ما نخدموا القانون هذي الامر الحكومي هذي شقنا قنا بش نتعديو من استعمال اكيس بلاستيكية ذو الاستعمال وحيد اللي هو تونس يلقى هز برشا راو حتى ما حطش فيهم قضية كان شفته هز برشا بش يستعمالهم في دارو بي لي ساشي واحدة سمكها اربعين ميكران واللي هي على مستوى العالم هاكم تخرجوا يذهولي البرع وتشوفوا كيفيه وثلاثين لتر من الكنتنانس معناها مسيعة بي اللي بعد احنا بيدنا قاعدين ريفيزيو فيها خطر كبيرة برشا شتوها اللي بي مبهد جينا قلنا زيدا على مستوى البزاقش معانتها الوزن ناخذو البلاستيك اللي كان بالحمالات اذاك الترانسباران الغذائي الغذائي نأكد عليها بيش نستعملوه ما غير حملات عليش واقل من خمساشن ميكران كا سمك عليش بيش التونسي يحط فيه المشتريات متاع اللي هي انفراك اللي ما يجمش يحطها كان غادي متخضرة وغلة وسكر وفرينة وحكيات وكل ودبيبش متاع اللي بشي شريهم و ما يهزش فيها القضية يجم ما انت يستعمل فيها القضية به بالنسبة للمساحة التجارية الكبرى هو يجم يبيع لك مساك هذيك اللي كانت ذو استعمال وحيد ولد ذو استعمال متعدد وهذا الامر الحكومي شقال وهذا اللي صار دونك انت كتونسي تجم تهزها ساك هيك تقضي فيها تقضي فيها اليوم تحطها في فوق منك وتعاود تهزها عشرة مرات تقضي فيها تجيب ايه بون انا ماذا بي تجيبش فيها الخبز اتن فسلك هو هذي هو اللي صعر فما بدائل فما بدائل به بالنسبة هني جيتك الخبز به هذي بالنسبة الخبز راهم الكوش راهم حسب الامر الحكومي راهم ساشيات بال البغوتيل هذوكم هذوكم ما همش حسب الأمر الحكومي راهم ممنوعين ممنوعين من المخالفين هم دونك جينا 2023 قبل رمضان بشوية 17 مارس نذكرها 2023 عملنا اتفاقية معهم يا خوية منع تسليم الخبز في الأكيس بلاستيكية اللي هي غذائية هاني جايد تكوني علش قلنا بالنسبة الخبز لي الخبز الكوشة تعطيه لك سخون ولا مش سخون في العادة سخون والتونس يحب الخبز السخون الخبز السخون كي يمشي يتحط في البلاستيك شنو يسيلو يشد في الخبز فيما مواد مصارتنا يا رسول الله راوا الخبز حتى يتحطوا في البلاستيك كفريمان يهو بيد و بلاستيك حتى المطعم والريحة بالحق معناها لحظناها لكن الساشيم تعلقوشة مكتوب عليها غذائي او حاجة كما هكا هي غذائي هو غذائي ايه بقي راهو عندو عندو انت دبوز الماء هالبلاستيك اللي نشربو فيها ياخي هي غذائية ولا مش غذائية تحطها في الشمس شنو يجرالها طيب فرنسا توا قاعدين بلدين اخرى قاعدين وراوا اللي فيما فيما ميغراسيون تقع تسرب مدى بوزة للماء وراوا عينات عملوا عينات وقاوا اللي 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 البلاستيك موجود في المياه وكي تحل الطابق مادة من عشان هو اسمها في وسط الماء من اللي تحل الطابق نعم يعني خلينا نخرجوا بمعلومة يعني السيدة عواطف مسعي تقول وانه اليوم المخابز مخالفين للمخالفين مخالفين بي حاجة اخرى فما شكون وانا نقول من المنبر هذية ويعرف روحه فما شكون كاتب بخارج بلاستيكا ذو استعمال متعدد وكاتب حسب الامر الحكومي انا من هذا المنبر نقول له يوقف لابروديكشون خاطر راهو الكنتخول جايو راهو هو مخالف راهو عمرو ما فما هذية ساك يتباع للمخبزة وتقول له حسب الامر الحكومي هذية من قبلوهش موجودة ورينيه هي عركة كبيرة لحقيقة بغيتكم وبينات ميجيش صانعين والله صانعين البلاستيك هي مش عركة والله هو ما في البروسيسوس معانا راي خدمة صارت من 2015 راهو أنا اللي حبيت نحكيهولك مقبيلي قبل ما نعملو على الاستراتيجيات والدراسات راي خدمة من 2015 معاهم قمنا معناها قمنا بالذية معانت اللي سكى با نجيك زيدا التونسي ما عرفهش اللي سكى با لك با اللي تشيروهم الالغان سوخفاس راهم إيشان جاب لا في انتي اليوم تتقطع لك اليد تمشي تمشي الالغان سوخفاس تقول له بدل هيلي بليش خمساش المئة هي قلوا بدل هيلي بليش وعندك الحق يبدل هيلك حسب الاتفاقية فهمت مت لوحوهمش سكانكم هزوهم يبدلوهم لكم دونك هذي احنا حاولنا نمشي مع التونسي كنقلك يستهلك في اربعة فاصل اثنين مليار من الاكياز بلاستيكية كل عام معناها قرابة وقتها في العام اللي خدمنا فيه الفين وثمونتاش معناها اه وحسب التعداد متاع السكان اربعمية ساك اربعمية ساك اه كل تونسي وراو حكيناك انا عالسيكان احنا اليوم لو ما فهمش اش كوني سمحني يا عدام اه حكيناك عانا على السيكان الدبابز لو ما فهمش ناس تلم في الدبابز اراو غرقنا في الدبابز خاطر فهمة منظومة ايكوليف للتجميع اليوم السيكان ذول استعمال المتعدد هوني بتدخلي مايعرفوش البرباشة تاو اليوم اللي يلموا في الدبابز اللي ساشي بيدا هذيك اللي هي القغماج متاحة به راهو مع انت يضاهي دبوزة ولا اكثر منها مع انت يجم يترسك فهمت مع انت مهمة هذيه هون عندهم زادة يقبلوا لهم ولا لا اي هو يقولك ديما راو الساك عليش ميحبوش هزوه بون سيكان متناثر الي كانت برشا تاو حتى وكان التونسي من عرشنا يستعملوا برشا مرات كنا في ديارنا نستعملوا برشا مرات ونحاولوا بربي اللي عنده قفة حتها في كرهبته اللي عنده يمشي يشري الخبز راو فما احنا بيدنا عملنا تجربة وعملنا فرقنا كوزارة بيئة وقت عملنا الاتفاقية هذيه مع اصحاب المخابز فرقنا سيكان قميش دي ساكتو دباق قميش راهو القميش الخبز يقعد لبس علي فرشك محفوز والقميش هذيك هتجم تحطوا كسوها راجل ولا مرأة راجل يحط في مكتوب والمرأة تحط في ساكع معانتها يجم نهزوهم معانا ونجمو نقضيو فيهم نشريو فيهم خبز ونبعدو على البلاستيك بالله في باب المعلومة يا مدام انا هو اللي مضر اكثر ساشي للك حلو ولا الملون والله هو هو فما زوزره هو هو لك حل هما ذارين هو هو ذارين بي اللك حل هو بتتخ مصنوع اكثر ومعاناها يقولو من شعبان معانتها من الفحم دونك ما انتها الفحم هو دجان شوي وعليه ونستعملوه كل با مش مش دار برشا ولو انو بتيتخ زيدة الاكحال يجم الالوين الاخرى اللي هي مضرة زيدة الازرق والغاز اللي يمكن فيها معادن ثقيلة تجم تكون فيها معادن ثقيلة معانتها حسب الحسب حسب الزناليزة التحاليل اللي قمنا بها ما انتا يجمو يعاودوا يرسكلوا ويحطوها تولي كحلق وانتي تحكي فما مواطني يتسائل يقول لك الدبوزة النجم نعاود نستعملها على اللي صاير عند التوانسة انو ياخذ دبوزة ما وبعدين يستعملها في سبعين الف استعمال اخر هي غذائية هي غذائية نعرف المواطن تونسي ساعة يحط فيها زهر وعات رشية وحكيات نعرف بان انا اقول اخطر فما حاجات اخرى اخطر انا شفتهم الوحدات اللي بان اذوكم الوحدات اللي مشكلة كبيرة راوردو بالكم معناها ولا متاع الموبيدات الحشرية ولا ايما دبوزة تاجمت عاود استعمالها انا لو نعطيك دقيقة اما ماذا بنا ماذا بنا دقيقة تنصح الناس انا جست نكمل لك كان تعطيني فتنا تعطيني جست ما انا جست بش نكمل لك رانا كوزارة نخدمه طوى وبربيانتو على وضع ايطار تشريعي الفرز الانتقائي مع جهزات نخدمه فيها طوى فما التاكست بش يخرج بش نوليو نوليو كل شي يمشي وحده معناها هيدو متبابز وحدهم الشي اسمه ساشيات والحاجات المرسكلة وحدهم والمستثمدات اللي نحكي لك عليهم المواد الاخرى وحدها بالعضوية وحدها زيدا نخدمه على المسئولية الممتدة للمنتج انتي اليوم كمنتج للبلاستيك يلزمك البلاستيك متاعك تاخذو من يوم اللي انتي انتجتو حتى لي يمشي للدبوتواغ في اللخر يلزمك تاخذو بعين الاعتبار زيدا حاجة اخرى فما نخدمه قاعدين على طوى على مستوى العالم كما قلتلكم على اعداد سك دولي احنا شركنا في العديد من الاجتماعات على مستوى العالم وتونس طرف فيها احنا مع انت اذا احنا توى من من خدموش على البلاستيك رانا بشي فوتونا بمراحل كبيرة جدا واحنا نحب نكونوا ديما من الاوائل في تونس ونحب نكونوا نحترموا انفسنا خاطرنا احنا ان في بختيم الدول الافريقية والدول الافريقية مثل رواندا وكينيا كانوا في المفاوضات الدولية اللي انا بيدي فيهم وانا نقطة الاتصال الوطنية كانوا دول ذو تجارب رائدة في المجال واحنا ماذا بينا تونس نخلطو كيف هذا هو يعطيك صحة شكرا جزيلا بارك الله وفيك سيدة عواطف مسعي مديرة جودة الحياة بحليه الاسم بوزارة البيئة يعطيك صحة شكرا جزيلا نحن هكذا نصل لخاتمة هذا اللقاء اليداعي من برنامج المشهد الآن ربي بقي الستر على تونس إلى اللقاء